أشهد أن لا إله إلا الله دعونا في هذه الحلقة أيها الإخوة الأحبة نثير سؤالا كبيرا كبيرا أتدرون أيها الأحبة ما أعظم كلمة تكررت في القرآن أتدرون أيها الإخوة والأخوات ما هي الكلمة التي ضعفت كل الكلمات عن منافستها في القرآن أتدرون أيها الإخوة الأحبة ما هي الكلمة التي صغرت كل الكلمات القرآنية أمامها إنها كلمة الله تأمل تكررت آلاف المرات حوالي ثلاثة آلاف مرة ولا كلمة في القرآن لا كلمة اختارها الله لتكون من كلماته المحفوظة تقدمت اسمه وأن لكلمة شريفة اختارها الله في القرآن أن تتقدم اسم الجلالة الله وهذا الورود العجيب وهذا الحجم الكبير لاسم الجلالة في القرآن الكريم متناسب تمام التناسب مع وظيفة القرآن أتدرون ما هي أيها الإخوة إنها من هذه الكلمة التي هيمنت التي انتثرت في كتاب الله عز وجل بشكل عجيب ذلكم لأن هدف القرآن أمران اثنان نلخص وظيفة القرآن الكريم نلخص رسالة آياته الخالدات البينات النيرات في أمرين اثنين جاء القرآن ليعرف الله ويعبد الله هذه الخلاصة فمن ثم كان هذا الكتاب العظيم هو فعلا الدال على الله إذا أردت أخي الحبيب أن تعرف الله فانظر في كتاب الله عز وجل وكتاب الله عز وجل ها هنا اعتمد أحباء أسلوبين عظيمين في الدلالة على الله فاعتمد أسلوب دعوة الناس إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض انظر أخي الحبيب في هذا الكون المنظور نصب عينيك فإن كل خلق تراه أمامك كل خلق مشهود فهو يدلك على عالم الغيب وكل ما تراه ومن تراه أمامك فهو آيات تدلك على الله أفلا ينظرون إلى لبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ورب العز أقسم بالكثير من خلقه ليدلنا من خلال هذا القسم البديع اللطيف الدقيق المختار عليه سبحانه والسماء والطارق والشمس وضحاها والنجم إذا هوى تأمل وفي أنفسكم أفلا تبصرون انظر هذا الإنسان انظر أنت أنتي ماذا كنت وماذا كنت انظروا الأشجار أمامكم انظروا انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النظرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة فانظر وقل من ذا الذي أخرج منها الثمرة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة وانظر إلى المرء وقل من شق فيه بصرة من ذا الذي جهزه بقدرة مفتكرة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة الله وانظر أخي الحبيب أختي الكريمة كم فيك من شعرة لا تستطيع عدها كل شعرة يرزقها الله تعالى يصلها رزقها هذا هو الله فمن خلال الكون نراه وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ثم عني القرآن أحبائي بتوجيهنا إلى الكون المصطور والكون المصطور هو القرآن نفسه انظر آياته حين القلب ليحزن حينما نجد الناس في غفلة نجدهم في لهو وعبث نجدهم غرقاء في الملذات والأهواء حتى تطمس في طرهم حتى مع الأسف تعمى أبصارهم في حين أيها الإخوة الأحبة إذا نظرنا في الكون يا سلام فإن الإنسان يحيا وإن الإنسان يأخذ العبرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر